اهلا بكم جمعة الغضب او يوم الغضب كثيرا ما سمعنا هذه الجملة في الايام الاخيرة وقصوصا بعد اعتراف ترام بالقدس عاصمة لاسرائيل وبقراره نقل الصفارة الى القدس لكن حقيقة وبصراحة ما هو حجم المساندة الشعبية على الارض عند الخروج لتظاهرة في الاراضي الفلسطينية لماذا خف الزخم الشعبي في الايام الاخيرة هل الاوضاع السياسية وانسداد الافق السياسي بسبب اجراءات اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية والضائقة الاقتصادية سببا في ذلك الى اين تتجه الامور اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سيناريوهات وفي هذه الحلقة يسر لي ان ارحب معي بضيفي المختص بالعلاقات الدولية السيد اشرف عك اهلا وسهلا بك سيد اشرف اهلا وسهلا ايضا سيكون معنا مجموعة من المختصين ومثلين عن القوى والاحزاب الفلسطينية لكن صراحة في الايام الاخيرة شهدنا قلة في الزخم الشعبي في المشاركة في التظاهرات الشعبية التي تدعي لها الفصائل الفلسطينية في الاراضي الفلسطينية فما هو سبب ذلك التفاصيل في طخيل الزميل لهذا الطويل والذي قرأه بكر درامي من يتابع مجريات الاحداث المتسارع على الساحة الفلسطينية يجد اختلافا شاسعا لجهة التعاطي شعبيا مع الاحتلال على ضوء ما تشهد القضية الفلسطينية من نقاط تحول كبيرة فبعض من المراقبين يرون ان ضعفا ملموسا طال المقاومة الشعبية والمشاركة الشعبية في مسيرات الغضب في الوقت الحالي حيث اقتصرت مؤقتة للرد على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب واعتداءات المستوطنين المتكررة ويرى متابعون ان التراكمات الموجودة في الساحة الفلسطينية تؤثر على الاستعداد الشعبي فحتى الان تقوم اسرائيل باجراءات كبيرة لمنع اقامة دولة فلسطينية الى جانب الانقسام الداخلي الفلسطيني الذي لم ينجح احد حتى الان في التوصل لاتفاق على انهائه بشكل جذري وان كنا نشهد اجزاء منه في المقابل ثمت من يقول ان تغيرات اجتماعية واقتصادية قفزت الى الواجهة واصبحت تشكل عائقا اساسا امام المشاركة الشعبية الحقيقية ضد القرارات الامريكية والاسرائيلية عوامل غيرت في المزاج الشعبي لبعض الشرائح وادت الى تحولات تدريجية في تطلعات فئات من المواطنين في الضفة الغربية ولا يخفى على اي فلسطيني السيطرة الاسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية عبر العديد من الحواجز العسكرية والطرق الالتفافية وغيرها من عناصر السيطرة الاسرائيلية التي تقلل من هامش الحركات لفعاليات المقاومة الشعبية وخلال السنوات الماضية يعتقد المراقبون ان فصائل العمل الوطني فشلت في بلورة مشروع وطني موحد في ظل اختلاف الرؤى السياسية فعلى مدى سنوات الانقسام الماضية كانت الجهود الفلسطينية مبعترة ولا تصب في اتجاه واحد يعاكس سياسات الاحتلال بسبب التشتت الى جانب كل ما سبق فان نفور كثير من الشباب عن الفصائل قاطبة بسبب الانقسام عمق الجدل عدا عن التحرك العربي الخفيف في دعمه بشكل اكبر مما هو عليه الان للفلسطينيين ومن ينظر الى المشاركة الشعبية في ايام الغضب التي تعلن ذروتها حتى في ايام الجمع فانه يدرك ان الاسناد الشعبي يقل شيئا فشيئا الى جانب عدم مشاركة بعض الفصائل في دعم المقاومة الشعبية والتظاهرات بشكل جدي ولكن السؤال القوي الذي يلخص كل الحالة الفلسطينية الان ويحتاج الى بحث عميق للتوصل الى نتيجة هو انه يمكن بالفعل اعادة الاسناد الشعبي والمقاومة الشعبية بشكل اقوى مما عليه الان خاصة في ظل القرارات الامريكية فيما يخص الكدس الملف الاهم عند الفلسطينيين انفسهما من جريدة سهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة ومرأة اخرى ارحب بضيف المحلل والمختص بالعلاقات الدولية السيد اشرف حقي سيد اشرف مساء الخير اولا يعني قبل ان نقول انه هناك قوة او حتى ضعف المشاركة الشعبية كيف تقيم المشاركة الشعبية بشكل عام في الاراضي الفلسطينية عند وجود دعوة لتظاهر ضد مثلا قرار امريكي او حتى ضد خطوة اسرائيلية يعني انا بتقديري الشعب الفلسطيني دائما حاضر ومتواجد في كل قضاياه الوطنية سواء كانت يعني محطة كما يعني كهذه المحطة الخطيرة وهذه المحطة الوهمة في تاريخ الشعب الفلسطيني في موضوع يعني قرار ترامب وتداعيات هذا القرار او غير ذلك تجد الشعب الفلسطيني دائما حاضرا ولكن الشعب الفلسطيني يحتاج الى تنظيم والى تحشيد والى توعية والى توضيح الى ان يتتجه البوصلة هذا الشعب لديه من الوعي السياسي والوعي الوطني الكثير في حالة الوعي والنضوج السياسي وبالتالي يجب يعني ان نرتقي الى ان ترتقي الاحزاب السياسية واصحاب الدعوات يعني في المواجهة او في التظاهرات وإلى غيره الى مستوى الناس وإلى مستوى وعي الناس لانه الناس وعية ومدركة ولديها وكل واحد فينا محلل سياسي نعم نعم يا مش انا وياك اليوم بسمحك في هذا الموضوع لا الشعب الفلسطيني له وعي سياسي وعنده وعارفين الامور رايحة ولكن علينا نحن كاصحاب قرار ان نوضح الصورة والهدف والغاية من كل تجمع ومن كل مرحلة وان نوضح الاستحقاقات وكل مرحلة علينا ان نستعد لها استعدادات يعني اليوم اذا اردنا ان نؤسس لمرحلة جديدة في العمل الوطني العام كيف يمكن ان تبقى الامور يعني الحياتية اليومية كما هي بوضعها طبيعي ضرائب وجمارك وشرطة وقانون والى اخر وبدنا ان ننتقل لمرحلة لكن حقيقة ربما الصورة مؤلمة في هذه الايام يعني عندما نتحدث عن دعوة لوجود تظاهر فلسطينية في يوم الجمعة خاصة لا نجد سوى مثلا الا العشرات وهذا شيء مؤسف ربما مواقع التواصل الاجتماعي كان عليها كثير من الانتقادات وحتى المنتقدين هم ايضا الفلسطينيون فبالتالي هناك نوعا ما حالة من التناقض بين هذا وذاك لكن حقيقة ما الذي ابعد المواطن الفلسطيني عن هذا الزخم الشعبي الذي كان موجودا منذ عشرات السنوات ولا شيء والتحضير التحضير الجدي والحقيقي في الانتفاضة الاولى والانتفاضة التانية كان في هناك تحضير من القيادة السياسية من الاحزاب من الفصائل من المجتمع كان في هناك تحضير حقيقي اليوم اذا انا عندي بدروح اشارك في نشاط وطني عام وعندي شك يوم السبت او يوم الاحد بده يجي على البنك هون اشكالية فيش عملية تحضير جدي للمجتمع في هناك قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية تؤرق حياة المواطن الفلسطيني علينا ان ننقل المواطن والحال الوطني الكلية من مرحلة الى مرحلة لكي نستطيع ان نرى شبابنا ومجتمعنا في الميدان وفي الخنادق وفي كل يعني اماكن التواجد التي تستدعي المواجهة والمواجهة الحقيقية والمباشرة مع الاحتلال ومستوطنيه اضافة لذلك في هناك عامل موضوعي له علاقة في طبيعة الاشتباك وشكل الاشتباك هناك مظاهر تقليدية يعني عفى عليها زمن ليس هكذا هي المقاومة الشعبية من وجهة نظري انا لدي رؤية بخلق حالة ابداعية نضالية جديدة مش مظاهرة ولا وقف عند الحاجز نضرب حجرين على الجيش هذه بتقديري هذه مظاهر اليوم اذا اردنا مواجهة بمعنى المقاومة في هناك اليات للمقاومة وفي هناك استراتيجية يجب ان تكون استراتيجية وطنية للمقاومة وان يكون قرار وطني شامل في المقاومة اثنين يعني ظرف المقاومة في الضفة الغربية يختلف عن قطاع غزي وبالتالي اذا اردنا ان نستنهد حالة شعب ككل علينا ان نعطي لكل تجمع الحالة النضالية المختلفة عن التجمع الآخر غزي لديها صواريخ ما هو الشيء المختلف في هذا الايام غزي لديها صواريخ ولديها امكانيات ولديها موارد نحن في الضف الوضع الامني معقد ومعقد جدا في الانتفاض الثاني على سبيل المثال كان ابعد نقطة يحدث فيها خلال امني عملية عسكرية ايش ما بدك تسميها كان الجيش الاسرائيلي خلال اربع دقائق يكون واصل لهذا المكان اليوم بعد العملية اللي صارت سبيل المثال قبل شهر رأينا انه خلال اربع تيام بك الجيش الاسرائيلي واصل للمنفذين وبالتالي اذا اردنا عمل مقاوم بهذا المعنى يختلف تماما في الضفة في الضفة بدنا نوع مختلف مواجهة المستوطنين تختلف في الضفة الغربية يجب ان يكون ليس فقط مواجهة للمستوطنين او مواجهة للجيش ولكن ابداع نضالي مثلا ومن المشكلة ان يكون في هناك دعوة مليونية للصلاة في الكدس يدعى لها البابا والفاتيكان وكل رجال الدين في العالم والسياسيين والسفراء والقناصل لكي نعبر عن حاجة الشعب الفلسطيني لهذه المدينة المقدسة اذا قصدي انا يجب ان يكون في هناك ابداع نضالي مختلف عن حالة الاشتباك الشكلي وليس بمعناه الاستراتيجي حتى لو تحدثنا سوى الجزئية اذا ردنا مواجهة حقيقية مع الاحتلال لكي نزعج هذا الاحتلال يجب ان تكون مقاومتنا مكلفة الاحتلال ما يجري الان هو العكس تماما نحن نقصر الشهداء والجرحة دون اي مردود حقيقي حتى يزعج هذا الاحتلال ولهذا السبب انا ادعو كل الفصائل الفلسطينية قبل ان نتحدث عن الفصائل ربما هناك دور ايضا على القيادة وربما هناك اي دور على الفصائل وهناك دور ايضا حتى على المواطن نفسه الى ما تحدثنا عن كل شيء لكن ربما نتحدث الان حتى ان هناك بعض الاجراءات التي تفرضها اسرائيل حقيقة يعني عندما كنا نحضر مثل هذه الحلقة وجدنا تعليقا للمتحدث باسم جيش الاحتلال فخاي ادرعي ينشر مجموعة من الصور لبعض المتظاهرين الفلسطينيين يصفهم بالمخربين ويهددهم ربما بالوصول اليهم في الايام القادمة هل هذا عنصر برضو ترهيب يضعف من الحركة الفلسطينية المشاركة في الزخم الشعبي الموجود في الاراضة الفلسطينية انا اتفق معك تماما هذه الجزئية وهذه القدرة يعني عمليا يجب ان يكون في هناك ثقة ما بالعمل النضالي الذي يمارس الشعب الفلسطيني عندما كنا في الانتفاض الاولى وانا كنت شبلا وطفلا صغير في الانتفاض الاولى كان جهد الفردي يحقق نتيجه حقيقية يربك خمسين جندي واربعين مستوطن يبطل يدخلوا البلد في وقتنا وحنا صغار وحنا اطفال ولكن اليوم مدام فيش هناك مردود حقيقي لهذا الجهد الفردي او الجهد الجماعي بمعنى التشكيل حالة تهديد حقيقية لوجود الاحتلال انا بتقديري يعني يجب ان نفكر بحالة جديدة بمقاومة جديدة وبتقديري يجب ان يكون في هناك عملية تحطير سياسي واقتصادي واجتماعي ويكون حاضنة يعني سياسية وقانونية ومجتمعية للحال المقاومة ولحالة المؤاجهة مقاومة شعبية او غير شعبية وانت في الضفة الغربية لا تستطيع فعليا بالمعنى الاستراتيجي العام الا ان تقدم مقاومة يعني شعبية ولكن من يعتقل ومن يتم جرحه واسره هل يوجد هناك حاضنة اقتصادية واجتماعية اي مقاومة تحتاج الى حاضنة الى حاضنة اقتصادية والى برنامج اقتصادي واجتماعي حقيقي يكفل ويتابع ويقدم للناس برضو التضحي وهو عائق في هذا الايام طبعا يوم فيش اتفاق رسمي على هذا الموضوع فيش اتفاق حقيقي انه نشارك كلما نشاركش فيش قرار استراتيجي بالمواجهة الحقيقية ودعم القيادي ودعم توجهات القيادي واضهار حالة الغليان الشعبي كما نحن بالمحافل السياسية والديبلوماسية والمعركة التي تقودها القيادي اليوم يجب ان يكون حالة غليان شعبي ولكن هذا الغليان الشعبي يحتاج الى تحضير انا بتحكي لك مثال بسيط من شباب جامعة بيرزيت في شباب كانوا يترجوا احد الفصائل او بعض الناس مشان يجيبوا بزاتهم كلهم من الجامعة لمكان المواجهة لبيت إيل بدهم مصار يوصلوا نحكي بشكل واضح وخلي الناس تسمع ان الاستعداد عند شبابنا وطلاب الجامعات وهم يعني معوى العمل الحقيقي في هذا الموضوع والذي يراهن عليهم يحتاجون من يوصلهم الى هذه الاماكن في هذه النقطة بالتحديد هناك بعض التنظيمات حقيقة لم تشارك حقيقة على الارض في دعم الاستاذ الشعبي نعم ولم يكن هناك لها حتى وان كان لها كان دور خفيف انه لم يبقى كما هو بالشكل المطلوب حاليا عندما نتحدث عن قضية بحجم القدس وعندما نتحدث عن قرارات بحجم قرار ترامب ما الذي يمنع هذه التنظيمات الفلسطينية حقيقة الآن من المشاركة الشعبية نتحدث عن اخطر قضية في وجه القضية الفلسطينية شوف يعني يجب ان نعترف وان نكون صراحين مع انفسنا حالة الانقسام القائمة الآن تشكل حالة طعب حقيقية وبدك تعمل مقاربة بدك تحل قصة الانقسام مشان تعمل حالة مقاومة شعبية حقيقية وانا بتقديري من يستطيع قيادة الشعب الفلسطيني الى انتفاضة حقيقية هو حركة فتح وهي من يتحمل المسؤولية الحقيقية وهي القادرة وهي التي تملك الامكانيات والموارد والحاضن الجماهيرية والشعبية ولكن تحتاج حركة فتح ان تتصالح مع تاني مكون سياسي في تاريخ الشعب الفلسطيني وفي الحال السياسي الفلسطيني هو حركة حماس لانه المد الجماهيري لما يكون عندك 20% ولا 10% حسب استطاعات الرأي من الشرع الفلسطيني غير مشارك في اي فعل وطني عام في الضفة الغربينة تيجي لحالة الانقسام او في غزة الفعل المقاوم لحركة فتح مشلول في غزة بفعل حركة حماس انت هنا معادلتك يعني فيها اشكالية وفيها والناس كمان لما بتشوف انه فيش حالة وحدة وطنية عامة يعني الفصائل هي طليعة المجتمع هي هي من يجب ان تشكل حالة النضوج السياسي والوطني العام هي من يؤطر هي من ينظم هي من يقود العمل الجماعي عندما تجد ان هذه الفصائل منقسمة على نفسها ولا تمتلك رؤية وطنية وسياسية جامعة لكن هل هو على حساب القضية ان كان هناك حتى ان كان هناك وجود انكسام فلسطيني منذ عشر سنوات لكننا نتحدث عن قضية القدس الآن هل هو على حساب القضية بالأسف بمعنى أن خزة ما زالت متلاحق بشكل غير مقصود هو على حساب القضية وعلى حساب المشروع الوطني الفلسطيني الكل احنا في عنا اشكالية حقيقية في عنا معاقين سياسيين على كل المستويات وين مشروع وطني يتراجع امام مشروع صيوني ينتصر يوما بعد يوم وحالة وطنية يعني عيب عيب يحكي الوعب للأسف الشديد يعني أخي جهاد انت قتيت به لهذا حالك وما حبش أحكي في الملف الداخل الفلسطيني بالعادي لأنه في هناك عواطف وفي هناك شجون وفي هناك أحاسيس لا يستطيع الواحد أن يتحدث بشكل مجرد وبشكل موضوعي عن الموضوع وإنما في هناك عواطف ما نحن في حالة كارثية الآن القضية الفلسطينية تمر في مرحلة تصفية وفي مرحلة انقضات وفي مرحلة انهاء من الأمريكان والإسرائيليين اليوم والكل يتآمر على هذه القضية ونحن يعني في حال يعني فيش فيش عنا دافع صغير نتصالح مع أنفسنا ونحدد استراتيجية ووطنية حتى ميدانية ولو شكلية سيد العزيز وبالتالي حتى الشكل النضالي هذا الشكل النضالي القائم الآن من وجهة نظري في الضفة الغربية بحكيش عن غزة في الضفة الغربية هذا الشكل نضالي محكوم عليه بالفشل لأنه حجم الخسائر التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بدون أي مقابل أكبر بكثير نحتاج إلى إبداع نضالي ربما هذا السؤال سيد أشرف موجه إلى الفصائل الفلسطينية لكن دعني الآن أرحب بالسيد قيس أبو ليلى من الجبهة الديمقراطية لتحيي الفلسطين سيد قيس مساء الخير أولا نتحدث الآن عن قلة الزخم الشعبي وقلة الإسناد الشعبي للتظاهرات الحالية في الأراضي الفلسطينية بعد قرارات ترامب وحتى بعد أي خطوة إسرائيلية برأيك كيف يمكن الآن النهوض بالحالة الشعبية في الأراضي الفلسطينية يعني أولا عندما نتحدث عن قلة شعبية اتفاضة شعبية هذه لا تتحقق بكبس الأزرار وتحريك الجماهير بمجرد إسناد الأوامر هي بحاجة أولا إلى جهد تعبوي من قبل جميع القوى الوطنية وهذا ما تحقق سعلا خلال الأسابيع الأولى منذ أعلان ترامب بشأن القدس وشهدنا موجة من الغضب الجماهيري المتصاعد في ذلك الحين كان من الطبيعي أن تبدأ هذه الموجة بالتراجع في حال انعدام اليقين السياسي الذي يمكن أن يجر إلى ساحة المواجهة الجماهير العادية جماهير غير المسيسة أو غير المنتمية أو غير المرتبطة بتنظيمات هذه الجماهير لا تتحرك بمجرد إصدار التعليمات لها أو الأوامر من قبل القوى السياسية وأنما هي بحاجة إلى يقين سياسي لأن هذه المعركة معركة المواجهة هي معركة حاسمة وأن الجميع مجمع على كونها معركة حاسمة ولذلك يمكن لكل إنسان أن ينخرط فيها وهو واثق أن تضحياته سوف توسن وفولها إذا كان هذا واجب سيد قيس ولكن حقيقة وبصراحة نتحدث ربما عن قلة في المشاركة في الأيام السابقة لكن هناك دور كبير على الفصائل والتنظيمات الفلسطينية وعرضها كبير في الأراضي الفلسطينية حتى الآن ليست هناك مشاركة كبيرة حتى من التنظيمات يعني نشاهد في بعض انطلاق لبعض الحركات هناك نصف مليون ومليون وهناك مئة ألف ومئتي ألف لكن عند التظاهرات لا نرى اسمه العشرات هذا أمر يعني لا يحكم عليه بشكل أحيانا تجد في الشوارع وأحيانا تجد في الشوارع عشرات كما قلت تحويل هذه الحالة من حالة حراق جماهيري منظم من خلال الفصائل إلى حالة انتفاضية شعبية هو بحاجة إلى يقين سياسي وبحاجة إلى خطوات سياسية تقنع الجماهير أن هذه المعركة معركة مواجهة فعلا حاسمة وأن التظفيات التي تفضل في سبيلها وفي خلالها هي تظفيات لن تذهب سداء وتنفيذ قرارات المجلس المركزي بهذا الشأن يمكن أن تشكل مدخلا لاستنهاب هذه الحالة الجماهيرية التي هي ليست قضية تقنية تتعلق بقدرة الأحزاب والقوى على تعبئة جمهورها وإنما هي قضية سياسية عامة تتعلق مدى يقين واستعداد الجمهور العادي في الانخراج في هذه المعركة وتحويلها فعلا إلى انتفاض الشعبية إذن هل السبب هو انسداد في الأفق السياسي الحالي الموجود في الأراضي الفلسطينية حاليا حتى بعض الخطوات الإسرائيلية والمواقف الأمريكية لا هناك شيئا من الضبابية فيما يتعلق للرد الفلسطيني على هذه الخطوات الأمريكية والإسرائيلية إذا كان هناك طبعا وقعت أو كان هناك مواقف سياسية هامة وجريئة وأساسية تتعلق مثلا بمقاطعة الولايات المتحدة تتعلق نزع صفة الوسيط عن الولايات المتحدة في العملية السياسية كل هذه خطوات مهمة ولكنها ليست كافية والمجلس المركزي الذي انعقد مؤخرا لم يترك موضوع كيف يمكن أن تستكفى كموضوع احتمالي وإنما هو حتى دب الضبط ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذ من أجل أن تشكل الرد الكافي على مثل هذه التحر أو مثل هذه الإجراءات الأنبيكية والإسرائيلية والبدأ بتنفيذ هذه الخطوات التي وقرت في المجلس المركزي يمكن أن يعطي جماعي الحس ضروري بأن هذه المعركة هي معركة فعلا حاشمة وأن المواجهة التي تنطوي عليها هي مواجهة حاشمة تستحق أن ينخرط فيها الجنية وبالتالي تحويل هذا الحراك كما قلت إلى حراك جماهي الهواجة النطاع دعني أشكرك جزيرة الشكر سيد قيس أبو ليلى من الجبهج ديمقراطية لتحرير فلسطين شكرا جزيلا لك بالعودة لك سيد أشرف إذا ما تحدثنا عن الموقف الفلسطيني من القيادة الفلسطينية الرئيس أكد أكثر من مرة أن المقاومة الشعبية هو الطريق الصحيح هو الطريق والأسلوب والنهج الذي يتبعه ويدعو إليه دائما وهو ما يؤكد عليه حقيقة حتى في المؤتمرات الداخلية وفي المؤتمرات الخارجية لكن ما الذي ينتظره المواطن حقيقة الآن إذا كان رأس الهرم ينادي بالمقاومة الشعبية الآن ينادي بالتظاهر بالإسناد الشعبي هذا ربما موقف أيضا مؤيد للمواطن ورسالة أنا بتقديري رأي القيادة وموقف القيادة صحيح وسليم وتكتيكات وستراتيجيات القيادة في التعاطي مع تضيع التعقيدات الأزمة التي نعيشها الآن كقضية وكشعب وكقيادي بحكمة وبهدو وبستراتيجية الخطوة والتريت ويعني كمان قياس طبيعة يعني التوازنات الدولية والمواقف المختلفة يعني إلى حد أي يعني يمكن أي جهة تقف إلى معك حتى النهاية ووقف الأطراف مختلفة ولكن أنا بالتقديري إذا أردنا أن نحول الحالة إلى هب جماهيرية شعبية حقيقية أولا يجب أن نحدد ما هي طبيعة المواجهة وشكل المواجهة وطريقة المواجهة وأنا نبقى بالطريقة التقليدية نعم حقيقية في طريقة تفكيرنا في طبيعة النضال ولكن إذا بفهم هذا الحكي إليه علاقة في الضوء زي ما حكيت لك نحن اليوم يجب أن نقر نحن كفلسطينيين إذا أردنا أن نتحدد عن قضية عن قضية فلسطينية في هناك ثلاث تجمعات فلسطينية الشتات والثمانية واربعين والضف وغزة وكل تجمع له همه وله طريقته وأدواته وفرصه النضالية الحقيقية مان بصير نفرض شكل نضالي على تجمع من التجمعات له علاقة يعني بطبيعة الضرف وطبيعة الحياة التي يعيشها ابن نابلس وابن جنين وابن طول كرم يختلف عن طبيعة الجو وطبيعة الحياة التي المعاشف في قطع غزة طبيعة المواجهة هناك تختلف أهلنا في الثمانية واربعين طبيعة المواجهة والاشتباك مع الاحتلال تختلف قانونية سياسية لها علاقة بالمساواة والديمقراطية وحكم كمواطنين أهلنا في الشتات قضية حق العودة وآلية النضاء يعني قصد أقول أنه يجب أن لا يتم التركيز فقط على شكل المواجهة في الضفة الغربية فقط وفي قطع غزة هذه إشكالية لهذا السبب نريد استراتيجية وطنية حقيقية من خلال تطبيق قرارات المجلس المركزي والشروع الآن وفورا بين عقاد الإطار القيادي لموظمة التحرير وعقد المجلس الوطني الفلسطيني والبحث عن آليات نضالية وأشكال نضال مختلفة إضافة لذلك يجب أن تهيئ الناس حقيقة إذن هو تجديد لكل الدماء في القضايا الكبيرة يجب أنه نحن من مرحلة إلى مرحلة لا يمكن لنا بكرة زي ما حكيت لك يعني هذا الشاب الشهيد عنده قضية في المحكمة يروح يواجه وليروح المحكمة هذاك اليوم سؤال وكمان طبيعة الحياة المعقدة التي نعيش الآن يجب أن تفسر لنا شكل النضال وشكل الحياة في الانتفاضة الأولى والثانية حتى كذلك كان في هناك طبيعة حياة اقتصادية اجتماعية قانونية سيد الرئيس أبو عمار في وقته على سبيل المثال عمل تأمين صحي لكل المجتمع الفلسطيني اليوم في هناك قرارات وقف بعض التأمينات لكن كيف يمكن تحقيق كل ذلك وحي ما تحدث عن انقصار تلسطيني علينا أن ندرك حقيقة في 30 سنة من الفوارك الطبقية التي عملت في داخل هذا المجتمع اليوم أنا بسمع برنامج اقتصادي بقولك 14% بعرفش مدى دقة المحل الاقتصادي اللي حق هذا الحق 14% من الموازن العام تأتي من المنح والمساعدات الدولية والباقيات بجين من الدرائب والجمارك على هذا الشعب كمان نحن يجب أن نتبع سياسات اقتصادية اجتماعية حاضنة حقيقية لتعزيز سمود الناس طيب شو المخصوط بتعزيز سمود الناس مصطلح لا يجب أن نعلي صوتنا بهذا الموضوع صلنا يعني خمس ست سنين تعزيز سمود المواطنين كيف بدك تعزيز سمود الناس وانت بتفرض عليهم ضرائب وجمارك وسياساتك الاقتصادية والاجتماعية تحتاج إلى مراشعة وإلى تدقيق وإلى اتباع سياسات جديدة تأخذ بعين الانتباع هذا أيضا تطوير حياة الناس وأن تكون لديك اقتصاد مقاوم ايضا 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 انا لا أحب أن أخفي أو أضع الاحتلال جانبا هناك بعض الاتفاقيات أيضا تجبرنا على اتفاقيات اقتصادية هي مجحفة وكان هناك لداء للمجلس المركزي بأن يلغي هذه الاتفاقيات مثل اتفاقية باريس يعني يربطنا فيها كثير من المواضيع التي تفرد كاهلا اقتصاديا كميرا حتى على المواطن الفلسطيني لكن إذا ما تحدثنا الآن عن تكامل اقتصادي وتكامل سياسي وتكامل اجتماعي تحدثنا قليلا عن الانكسام الفلسطيني انكسام المعطل وكان آخر تصريح اليوم لعضو اللجنة التلفزية فيه سيد أحمد مجداني تحدث وقال المصالح الى الخلف ضر كيف عندما يسمع المواطن الفلسطيني هذا التصريح وهذه ما يقال حول المصالح الفلسطينية سواء كان ذلك من فتحه وحتى من حماس كيف يمكن المواطن يخهم احنا كاعد بصير في القيادة السياسية وبصير فينا كفصائل وككوة سياسية زي الرعي والذيب والغنمات للأسف الشديد عندما نسمع ان المصالح تتعطل والمصالح لم تنجز حتى اللحظة والحياة شكل الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكأنك في باريس والقانون والنظام والشرطة بتخالفك ماشي الحال مبارح خالفوا لي خمسمائة شكل شرطتنا على النباح كتلفون غلطة صحية بس كمان خمسمائة شكل تعرف انت كيف بدأت فاحن أنا مدام أنا شو وضعي بالزبط وبالتالي في هناك دعوات بتقولك يا طبعة ماشي يا عم احنا بدنا نحقق الامن والاستقرار اي امن واستقرار في ظل مواجهة احتلال هون السؤال المركزي احنا يجب ان نعيد رسم الخارطة الداخلية من جديد شكل العلاقة مع الاحتلال هذه الاتفاقيات التي كبرت الشعب الفلسطيني وغيرت الواقع الاقتصادي والاجتماعي وافرزت طبقات اجتماعية وافرزت منتفعين وافرزت مستفدين وافرزت ناس بالسلطة وناس برى السلطة افرزت ناس على هامش الحياة الاقتصادية والاجتماعية وناس على رأس هذه الحياة الاقتصادية والاجتماعية كل ذلك يحتاج الى نقاش انا لا اتهم احد انا ابن هذا الشعب انا مع القيادة ومع فتح ومع الشعبية ومع الديمقراطية ومع حماس ومع كل الفصائل ولكن روح على استطلاعات الرأي تجد فصائل لا تذكر وهي اعضاء في لجنة التنفيذية في المقابل في عنا اشكالية كمان مؤسساتنا الشرعية فيها اشكالية شرعية فيها اشكالية تمثيل فيها اشكالية تحديد اهداف وتوجهات واولويات الشعب الفلسطيني لا تعكس حالة الواقع الجماهيري والشعبي الان لهذا السبب الشعب الفلسطيني مش شعب غبي ولا شعب امي هذا شعب عالمي وشعب عالم ويدرك كل صغيري وكبيري لهذا السبب على الفصائل وعلى القيادة ان تنزل الى الشارع والله لو اني محل الرئيس محمود عباس الا انزل على كل قرية ومدينة ومخيم لكي افهم واتلمس هموم الناس الاقتصادية والاجتماعية وتوجهات الناس ورؤية الناس شعبنا الفلسطيني بتحكي لك جزئية صغيرة واخيرة بهذه الجزئية الشعب الفلسطيني ليس غبيا الشعب الفلسطيني عليك ان تزرع به كثيرا وعندما يأتي يوم الحصاد تجده معك اما مش يوم الحصاد تروح تروح الشارع الفلسطيني تقوله تعال وقف معي تعال اليوم ووقت الحصاد حتى ذلك حتى ذلك في قطاع غزة لا لا الكل يلام حتى ذلك في قطاع غزة يعني يوم امس قرأنا على فضائية الاقصى التابعة لحركة حماس ان منذ استلاب الحكومة في قطاع غزة اي منذ ثلاثة اشهر نتحدث وصلت البطالة في قطاع غزة الى اكثر من 46 بالمئات هذا الدعاء من حماس وتريد ان تغطي عن فشلها في حكم غزة وهم اعترفوا احمد يوسف اعترف في فشل حماس في ادارة غزة قيادة حماس يجب عليها ان تعترف وان تعتذر للشعب الفلسطيني عن فشلها في حكم غزة وادارة الملف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني انا كاتب مقال حماس في مواجهة المصير في قطاع غزة المصير الاقتصادي والبيئي والاجتماعي في القطاع حماس ستحمل هذه المسئولية ولكن وهو يحبط المواطن عندما نحدث عن هذه النسبة واليوم يجي حملها الحكومة لا ولكن بالمعنى الوطني الكل كلنا يتحمل المسؤولين دعنا نشاهد المواطن سطلعنا أرأي المواطنين مشاهدين الكرام حول ما رؤيتهم لطبيعة الإستاذ الشعبي في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في التظاهرات التي تخرج بعد أي قرار أمريكي أو حتى إسرائيلي فكانت إجاباتهم كالتالي مش كاف يعني أولها نقول لك سأرمزة بس هسا فيش شي لغجعة الأمور زي ما هي أول يعني لا فيه مسيرات ولا فيه اعتجاج ولا يعني أولها زي ما أقولها أولها وبعدين خلصنا كرسان وانت سال مين زي ما هو يعني الدول ما هي المشكلة مش مشكلة أمريكا ولا مشكلة إسرائيل مشكلة الدول العربية هذه الدول العربية باصمة بالعشرة بالمية يعني مش بندش أقول لك بتسعية بالمية باصمة بالمية يعني الوضع توقيحنا والشعب الفلسطيني مغلوب على أمنا يعني زي ما أقول إش طول ما الدول العربية رادين ومش متحركين حكي فاضي يعني عمره ما عمر الأمور راح ترجع للأسوأ يعني لا هو مش إنه بدون جدوى هو أكيد لازم تصير مظاهرات ولا بد أنها تصير عقرار احتجاج الرئيس الأمريكي ترامب مشان القدس عاصمة لفلسطين وشرف لكل الأم العربية يعني مش بس إلنا هي القدس لكل العالم يعني لكل العرب لازم المظاهرة تصير مش عنا بس بكل مكان بالعالم بكل فلسطيني بكل مسلم من نعمل مظاهرة احتجاجات وهي أكيد مش كاف يعني ولو بتطلع عبيد من نعمل أكثر من هيك الحقيقة أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية يعني يذهل العقول لأن القيادة الفلسطينية على رأسها الرئيس الوالد أبو مازم يعني لا نقول أصدر تعليمات ولكن هو يقول بأنه يريد مظاهرات سلمية أو مقاومة سلمية شعبية من أجل إزاحة هذه الاحتلال أو هذا الاحتلال ولكن على أرض الواقع لا يوجد هناك مظاهرات احتجاجات مسيرات تذكر يعني هذه الاحتجاجات وهذه المظاهرات وهذه المسيرات لا ترقى إلى مستوى الحدث وهو قرار ترامب الذي أعلن فيه عن عاصمة أو عن القدس عاصمة لإسرائيل هي بنظر غير كافية المطلوب من هذه المظاهرات الاستمرارية إذا ما كان فيه استمرارية تعتبر يعني ما كفت ما كامت بواجب أبوي بالهدف اللي كانت لأجله أي عمل بنكون فيه إذا ما استمرنا فيه ما بنحقق فيه هذا أعمل مظاهر اليوم وأراوح اليوم بعدها انتهت يعني كأني ما عملت شيء استمرت في موضوع استمرت في المظاهرات استمرت في المظاهرات السلمية بالدرجة الأولى صراحة الحراك الشبابي أو الحراك الشعبي في فلسطين غير كافي للطورات الأخيرة على السياحة الفلسطينية بمنطق قرارات الأمريكية الجائر بحق الشعب الفلسطيني بحق القدس كعاصمة بدية للدولة الفلسطينية وبمنطق الاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة للدولة الإسرائيلية وبمنطق الحراك الشعبي الغير رسمي السلطة المجدائية بشكل رسمي المفروض يكون هنا في دعوة رسمية دعوة حكومية دعوة مؤسسات الأهلية دعوة مؤسسات غير حكومية للحراك الشعبي للضغط على مجلس الأمن للضغط على الوطن العربي على القرارات الجامعة العربية لم يحاول تصدر القرار يعني بيتماشى ويتلاء مع مع طموهات الشعب الفلسطينية أو مع الطلباتها أنا راضي بس فيفضل الوقت مش كافي لازم يكون أحسن من هيك بشكل عام لازم يكون تطورت أحسن من هيك مش كل أسبوع الجمعة منطلق ساعة زمان بتطخوا علينا ومنروع بيوتنا مصادر شوالله مسير مصادر شوالله ضجة إعلامية إذن سيد أشرف كما رأينا ربما البعض غير راضي حتى الكثير هناك إجماع لأنهم ليسوا راضين على مدى المشاركة الشعبية في الأراضي الفلسطينية لكن حقيقة أرجع وأعود إلى العنوات الأكبر الفصائد الفلسطينية نتحدث عن أكثر من 10-12 تنظيم فلسطيني موجود في الأراضي الفلسطينية كلها موجود ومثلما سألت ضيفي سيد قيس أبو ليلة في كل تظاهرة للانطلاق نجد مليون 200 ألف 300 ألف إذا كانت التنظيمات حقيقة تستطيع إخراج مليون ونصف مليون ومئة ألف في ساحة معينة لماذا لا تقدر حقيقة إخراج ألف في أي مسيرة سلمية تخرج في الأراضي الفلسطينية هل هو ضعف نعم نعم هذا الفصائل أما أنه إرادة ربما أشوف للأسف الشديد وهذا جواب عام ولكن الفصائل ومنون استثناء فتح والشعبية والديمقراطية لبنظم تتحرير ولبنظم تتحرير وشانا نهكي بشكل عام الفصائل تحمل مسئولية تاريخيا كانت هذه الفصائل تعبر عن حالة الجماعة عن حالة المجموع عن التنظيم عن تنظيم المجتمع تنظيم الناس السياسي نحن ياما كنا طلاب في المدارس كنا في حالة حراق سياسي وتنظيمي واستقطاب حاد بين هذه الفصائل شعبي والديمقراطي وفتحه وكان في هناك حراق سياسي له علاقة في طبيعة الاستقطاب ولكن في عملية توعية وتعبية وطنية وحجد جماهيري وفكري حقيقي كان يكون موجود وكان في عملية توعية وتربية في داخل هذه المؤسسات الحزبية يعني كنا نخضع إلى تدريب وإلى تنظيم وإلى توعية وطنية حقيقية حتى أقلاقية يعني وانا صغير كنت شراري ومشكلجي التنظيمات سقلتني على المستوى الشخصي أنه هذا السلوك لا يعبر عن تصرفك الشخصي هذا يعبر عن تصرف الحزب أنت هون بتمثلش حالك بتمثل حزب هذه الأحزاب على مدى العشرين خمس وعشرين هذا يدل أيضا على فكة مواطن بحزبه طبعا على عكس ما هو اليوم اليوم الفصائل ما بتكون بهذا الدور التعبوي والجماهيري هذه الفصائل أنا بتحكي لك في عندها إشكالتين صغار بس بديش نعدد عشرين واحد بس هذول الشغلتين أول شغلة فيش عندها ديمقراطية داخلية القائد قائد سنوه ثلاثين واربعين سنة أعطينيهم هاي الفصائل طاعت الدور للشباب أي فصيل منهم بالدكية الشغلة الثانية للأسف الشديد صفت الأحزاب مكان للارتزاخ والمتفرغين كان العمل النضالي أنا كنت أتبرع أنا وأنتي وأكيد غيري أنا مش بحكة حالة بالمعنى الشخصي ولكن بالمعنى العام كانت فيه هناك ناس تتبرع للعمل المقاوم للعمل المناظم ولأنت ماءك في داخل الحزب كان يكلفك سجين وفلوس مش الحال اليوم العكس تماما هاي الأحزاب من الكادر العجوز بالعمر والهرم ما عالبش على الدور لهذا السبب لا تجد هذه الأحزاب موجودة اليوم في الميدان وهذا بس إطلاعات الرأي الحقيقية بتعشف نسبتها ولأسف الشديد هذه الفصائل تمثل قيادة الشعب الفلسطيني وبالتالي بس بدأ أوضح شغلة لما نقول القيادة مش نعني قيادة الفصائل لا نعني فيها فقط السيد الرئيس محمود عباس هاي القيادة كل قيادة الفصائل الموجودة في اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير هذه للأسف الشديد الفصائل عليها أن تعيد عملية البناء والتأسيس الحزب الحقيقي والتنظيم والتولي السياسي هل هي معنية الآن؟ هي معنية ولكن كمان عليها أن تعمل مراجعة حقيقية لسيرتها التنظيمية ولسلوكها التنظيمي ولما جرأ طبعا أنا بحكي لك شغلة أنا دائما بحمل فتح المسؤولية الكبرى في هذا الحك لأنها هي يعني الفصيل الأكبر وهي حامية المشروع الوطني وهي قائدة العمل الوطني وهي رائدة الكفاح هي كل شيء كمان فتح لما تمتلكهم الموارد وإمكانيات عليها أن تسير الآن تعيد بناء الحركة وتأسيسها ومأساستها وللأسف الشديد تحت لك هي خلال السنوات الماضية في ظاهرة انتهازية عند فتح وعند الشعبية وعند الديمقراطية مش أشرف العكة أو جهاد هو اللي بوقذ الموقع الحقيقة في الحزب إنما الشخص الانتهازي كان زمان المناضل اللي بيقدم اللي بضحي يأخذ الموقع الحزبي مش موقع مش موقع يعني للفخفخة ولا لل يعني للتشبيح هو موقع أخذته بالدم والسجن والكفاح والنضال الحقيقي هاي المظاهر الانتهازية النفعية أثرت على ثقة الناس وخلقت فجوة بين الناس والمجتمع العادي حتى يعني قيادات وكوادر مناضلة بالفصائل اليوم برها هاي الفصائل هون الكارثة طيب إلى مدى بالتالي هاي الأحزاب عليها أن تعيد مراجعة حقيقية لمسيرتها تعيد بناء ذاتها من أول وجديد تنزل للناس تتواضع تفهم الناس شو بدها وتنزل لمستوى الشارع مش تضلها تحكي بخطابات صفصائية وخطابات عن تارية وغير واقعية لهذا السبب الناس بتعليق سؤال الأخير لك سيدة أشرف نعم في حال استمر الوضع على ما هو عليه وبقيت البصائل في موقفها إلى هذه الأيام منذ كانت عليه في القبل هل سنشهد ربما حالة انعكاسية بمعنى إلى الخلف ضر أكثر ما هو عليه الآن شوف أنا بتحكي لك إشي مع كل هالحاكي السوداء اللي حكيته قبل شوي شعبنا الفلسطيني الآن يشعر بالإهانة الحقيقية لما قام به ترامب وسياسات إسرائيل وتعنط إسرائيل وهذا الفجور الأمريكي الصهيوني علينا اليوم وبالتالي أنا بحكي لك هذا الشعب عنده وعي صاحب الوعي سيختلق وسيخلق وسيبدع في خلق حالي جديد بجوز تتجاوز الأحزاب بجوز من رحم هاي الأحزاب بجوز تلاقي ناس في الجبهة الشعبية يطلعوا أو في حركة تفتح يعملوا حال جديدي مش الحال بعرفش وين يعني هذا حكي يحتاج إلى دراسة وبالتالي على الباحثين والمختصين بالشأن الداخلي وبالحركات الشعبية والجماهيرية دراسة الحال الفلسطيني أنا بتقديري ستأتي حالي قريبي جدا وسيكون الشعب الفلسطيني يعني على رأس المواجهة مع هذا الاحتلال أنا نستحيش نعم المراجعة عبر هذا البرنامج وعبر هذه الحلقة ونقد ذاتي ولكن يجب أن نكون نقد نبناء ولكن الحال الوطني العامي الشعور الوطني العام موجود عند كل واحد فينا يحتاج للتوجه ولكن الآن علينا ما نظلش في حالة في حالة فصام مع الدات اليوم يعني قانون المستأجرين ليش مهم اليوم وقانون الجرار المالكتروني مهم اليوم احنا في حالة نظالية مش وقته شو قصد أقول شو قصد أقول ليش مش وقته بدناش أي إشي هدد السلم الأهلي وبدناش نتفرغ لمشاكلنا الداخلية في هناك مواجهة حقيقية مع الاحتلال قادمي شاء من شاء أو أبا من أبا في مواجهة قريبة مع هذا الاحتلال نحتاج إلى يعني الفصائل لأنها موجودة ولأنها لديها أدوات التفكير والمفكرين عليهم أن يعني أن يقدموا حالة نضالية جديدة مختلفة بطبيعة الظرف الموضوعي إذن هذا هو المختصر نعم وهذا هو النهاية هذا هو ربما الحالة النضالية الجريدة من الفصائل الفلسطينية جمعا أو من المشتماعين نعم أود أن أشكرك جزيلا شكرا المختص بالعلاقات الدولية والمحادي لسيد أشرف عبكي شكرا جزيلا لك أيضا مشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة أنوه إلى أنه كان من المفترض أن يكون معنا ممثلا عن حركة فتح وممثلا عن المبادرة الفلسطينية وقمنا بالتنصيق مع حركة حماس مع أعضاء من حركة حماس للتحدث في هذا الأمر لحساسية الأمر وهو الملف الفلسطيني الداخلي إلا أننا لم نتمكن من إيجاد ذلك على الرغم من أهمية هذه القضية وإثارتها إعلاميا إلى الرأي الفلسطيني الداخلي في نهاية هذه الحلقة أود أن أشكر كل من كان معنا سيد قيس أبو ليلة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والسيد أشرف عق هذه تحياتي وتحيات فريق العمل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر